عزيزتي حوائق طموحة في الحلقة الثالثة من سلسلة ديكور للموتعين أحبت إبقى الضوء على حاجة مهمة جدا ممكن ترجعنا للبدايات مرة تانية وأنا شايفة الأعموم الموضوع ديكور كل مترابط مع بعض ومفيش مشكلة لو رجعنا خطوة تانية الوراء ورجعنا نشوف معنى كلمة ديكور في عميلة عندي جات بتكلمني عن موضوع ديكور وبتكلمني أن هي عايزة أعمل ديكور للبيت فبسألها حضرتك وصل أي مرحلة في المنزل حضرتك فبلغتني أنه هي تقريبا خلصت كل التشطبات وعايزة أعمل ديكور فا استغربت شوية من الكلام وسألتها طيب يعني إيه كلمة ديكور بالنسبة حضرتك فقالت لي ببساطة جدا ديكور يعني الزخارف أو الجبس أو الحاجات الأكسيسوري زيانة من وجهة نظارها أنه ده هو ديكور فحبيت أن احنا نتكلم المهاردة على الموضوع ده لأجي حاجة أنه فيه ناس كتير ممكن مش فهمين نعم الديكور صح فيه فعلا مدرسة من المدارس بتقول أن التصغيم الداخلي حاجة والديكور حاجة تانية وأن الديكور بيشمر أكتر موضوع الفرش أو الأثاث والأكسيسوريز لكن أنا من وجهة نظري شايفة الموضوع ممكن يكون مش واحد ولكن متكامل يعني لازم أنا حتى كمصمم ديكور أو مصمم للفرش والأكسيسوريز لازم أكون بدأ من مرحلة قبل مرحلة انتهاء المنزل وانتهاء الفرش لازم أكون بدأ من مرحلة بدري معنى كلمة ديكور كمعنى اصطلاحي كلمة ديكور هي كلمة فرنسية الأصل يعني أنا ما درستش اللغة الفرنسية ولكن أعتقد أن هي نطقها ديكور معناها كمعنى اصطلاحي في اللغة الفرنسية هي إيجاد حلول للمشاكل الموجودة داخل الفراغ المعماري والتنصيق والتنظيم والترتيب للفراغ المعماري ليس معناها الزخارفة لا يعني كلمة الدكور الزخارف أو الاكسيسورات للأسف أنا أصلا غير متفقة تماما على كلمة اكسيسورات لأن ما فيش حاجة في الدكور اسمها اكسيسورات الدكور عبارة عن واحدة متكاملة وأنا بفكر في الغرفة بفكر في أرضيتها سقفها حوائطها شبكها بابها الفرش الموجود فيها أي إن كان فرش أساسي أو فرش ثانوي أو تكميلي الستارة الفرش ممكن يوصل للطاولة اللي محطوطة في الجنب أو الطاولة اللي عليها المبازة اللوحات جزء أساسي جدا من الدكور لأن نتخيل كل قدرانة بيضة وفضية هتكون مملة ومش هيكون يعني فيه بهجة أو فيه رونق للمكان بالتالي أنا شايف أن الدكور واحدة متكملة من بداية التصميم وإحنا بنفكر فيه الدكور اللي هما الناس كلها جايفينه أو المرحلة الأخيرة أو الزخارف والدكور يعني مثلا مش هروح لمصنم دكور غير لما أكون عايز أعمل مجلس مثلا لأنه لازم يكون لي مصنم لا في جميع الحالات حضرتك بتعمل تصميم داخلي أو دكور لبيتك حتى لو مرح تشري مصنم طب النتيجة بتبقى إيه؟ إنه حضرتك اللي بتعمل تديكور ده أو تسيبه للمقاول أو تسيبه للاستشاري اللي هو ممكن يكون حضرتك حطيت الموضوع في إيد الشخص الخطأ للأسف حضرتك الشخص الوحيد اللي هيفضل يعاني طول حياته من الاختيارات الخطأ دي لمجرد إنك ما شفتش أهمية قيمة موضوع ديكور في حياتك أو تأثيره عليك أنا حابة هنا أكد على حاجة مفيش حاجة اسمها يا جماعة تعمل تصميم داخلي؟ لا مش هنعمل طب ده معانا حضرتك إنه حضرتك هتقعد على البلط ولا حضرتك هتقعد سوري يعني هنعمل البيت ونقعد في الحديقة مفيش حاجة اسمها مش هعمل تصميم داخلي أو مش هعمل ديكور في جميع الحالات حضرتك بتعمل ديكور وفي جميع الحالات حضرتك بتعمل تصميم داخلي ولكن هل هو تصميم داخلي مدروس؟ هل هو تصميم داخلي عشوائي؟ هل هو تصميم داخلي هيأثر علي بالسلم ولا بالإيجاب؟ من هنا أنا شايفة أن موضوع التصميم الداخلي أو الدكور هو من أهم الحاجات اللي في حياتنا أنا بعد يوم طويل من العناء والتعب والشغل والخناء بالنسبة لشغلي كمهندسة مع مقاولين مع مهندسين في النهاية أنا عايزة أرجع بيتي ألاقي واحة ألاقي جنة ألاقي مكان مريح ألاقي مكان أهدي فيها قصابي مش أروح ألاقي الكراكيب أو المكان فاضي وممل وكائيب أفضل أن أنا أروح على الكافي ولا أروح على المطعم ومراوحش على البيت أو أروح أقاب في فندق ليه إحنا بنحب الفندق؟ لأن الديزاين بتاعها أو التصميم الداخلي بتاعها بيكون مدروس الانتيريو ديزاين بتاع الفندق بيبقى مدروس مدروس ليه عشان يجذب حضرتك عشان تيجي الفندق تيجيله أول مرة واتقرر أن أنت تجيله كل مرة هو ده الهدف من تصميم غرف الفنادق بالشكل اللي دايما إحنا بنحبه مفيش فندق بتعمل من غير انتيريور ديزاين أو من غير تصميم داخلي مفيش أي مكان زي ما احنا اتفقنا بتعمل من غير تصميم داخلي حتى لو محل حتى لو أفز حتى كل فراغ من دول لمحدداته طيب خلينا نركز قوي ونعمل فكس على منزل المبدعين اللي إحنا بنتكلم عنه إزاي أخلي ديكور بتاعي صح حتى لو أنا اللي صمنته أنا هساعدك في دي وهنبتدي بس بخطوات بسيطة أكيد مش هنوصل للمرحلة بتو بس على الأقل هنقلل الأخطاء على قد من أدار موضوع تصميم مش لازم يكون عندي في البيت ستايل يعني مش لازم يكون البيت كله مودر او كله كلاسيك او كله نيو كلاسيك او كله مثلا مغربي او كله أرت ديكو او كله بوهيميان ستايل او كله اندستريال ستايل لا مش مش ده الهدف واحنا بيتنا مش للعرض ممكن ده機會 اعمله في فندق ممكن اعمله فبه و فندق ممكن اعمله في مدخل فندق ممكن اعمله في مدخل بناية ممكن اعمله في محل ممكن لكن باتي هاصممه اже؟ يعني ده معناه ان انا لبلسني حشي مستايل في باتي لا اعمل بس في أماكن محددة او يعني زي ما بيقولو أخد البسيط من كل ستايل يعني لما اعمل حاجة مغربي ممكن اعملها مثلا بشوف دايما المكان المناسب مكان الضيوف لانه المغربي فيه تفاصيل كتير جدا ومع الاستهلاك وتجميع الغبرة بعد شوية هتشوفه قديم وهتمنى منهم فلما هيكون في مكان ما تحافظ عليه شوية ممكن يقعد معك اكتر لكن في مكان الصالة بتاعتي مكان الجلوس اعمل ستايل ايه؟ احنا شوية بنخلط ما بين الموضوع المدرن والاستايل المدرن يعني كستايل فاضي شوية لان هو بيتكلم عن حبة معينة يعني كان فيها الاستايل المدرن احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة مش في استايل معين لانه مفيش حد هيجي يحاكمنا يقولنا احنا ليه حطيت دي هنا ودي مش هنا اوكي بس هل هي مريحة ولا لا انت ممكن تكون قاعد في المكان ومش مرتاح بسبب الحاجات اللي موجودة فيها وانت مش عارف هي بتأثر فيك وانت مش عارف الالوان اللي انت حاطتها دي بتأثر فيك بشكل كبير جدا وانت مش واخد بالك زي ما احنا تكلمنا الموضوع عن موضوع الراحة الانسانية الراحة الانسانية دي هتحققها ازاي؟ هي ايه الراحة الانسانية؟ حالة من الرضا يصل اليها الانسان عند تحقق احتياجات معينة دي جاتك انت كشخص الراحة الانسانية دي بتختلف مني اليك لحد تاني يعني انا مقاييس الراحة الانسانية عندي مختلفة عن مقاييس الراحة الانسانية عندك ولكن في حاجات اساسية او في مبادئ اساسية دي ممكن نجتمع عليها كلنا الجزء اللي يخصك انت انت اكتر واحدة يعرف يلبيه او لما تكون قاعد مع حد خبير او مختص هيفهم ده ويلبيهولك يعني الراحة الانسانية حالة الرضا ضي هنوصلها ازاي بتحقيق مجموعة من الراحات اللي هي الراحة الحرارية الراحة بصلية الراحة السمعية راحة التنفس أو راحة الهواء ممكن نسميها إنجاز التعبير في عندنا أنواح كتير جدا من الراحات خلينا عشان هسردهم كلهم ونرجع نقولهم من الأول خلينا نتكلم عن دول موضوع الراحة الحرارية يعني إيه الراحة الحرارية؟ يعني أنا الصالة اللي أنا قاعد فيها طول الوقت أنا وأسرتي حططتها في اتجاه الجنوب ولا اتجاه الغرب ولا اتجاه الشرق الصريح ولا فأني اتجاه إيه الأنسب؟ طيب حطتها في اتجاه معين وده فرض علي إيه اللي أنا ممكن أعمله علشان أقلل تأثير الشمس علي في المكان ده عشان أوصى أنقل المكان ده لمنطقة الراحة الحرارية اسمها الراحة الحرارية اسمها إني قاعد مرتاح من المكان اللي أنا موجود فيه بسبب يعني تعادل درجة حرارته إن درجة حرارته معتدلة طبعا إحنا طبيعي في دول الخليج بنلجأ للتكييف ولكن أنا ممكن ألجأ للتكييف وأوفر كتير جدا من استهلاكه إزاي؟ لإني زي ما أقول لكم أحط المكان في الاتجاه الصح اتجاه الشمس يكون مدروس مع الشباك أو مع المكان اللي يدخلي الإضاءة بشكل أكبر هدرس الجدران طريقة عزل الجدران مهمة جدا لو استخدمت مادة خارجية أو مادة إجساء زي الحجر مثلا دي بتعتبر من المواد العزلة للحرارة واللي بتساعد جدا التكييف طبعا الطابوء المعزول ده ده ممكن يكون حاجة أساسية بس أنا مع استخدام الحجر بفضل إن إحنا نعمل الطابوء السولد مع الطابوء اللي هو الطوب اللي بني بني به الجدران نستخدم معاه الروكول مع الحجر ده بيدي عازل أكتر وبيدي صلابة أكتر لي الجدار لأن الجدار بيكون شايل من بره حجر ومن الداخل فيه لسكتات الكهرباء وممكن يحط تلفزيون ممكن كذا فالجدار بيكون بعيف كده إحنا عزلنا الجدار حمينا الجدار الزجاج موصفات الزجاج في بيتي موصفات الزجاج في بيتي موصفات الجدار في بيتي بتحقق لي الراحة الحرارية اللي هي بتوديني الراحة الإنسانية معقول أيها معقول التصميم الداخلي ابتدالي من النقطة دي أنا خلصت هيكل المبنى وجاي أشوف معايير الراحة الإنسانية لما هحققها في المبنى ده ولو إني زي ما قلت لكم شايفة أن ده هيكون من بداية مرحلة التصميم وأنا عندي ورقة بيضاء الخرطة وهي فاضية لسه أنا بحط فيها معايير الراحة الإنسانية بتاعتي شايفنا على الطبوء وعزله شايفنا على الشباك وموصفات الزجاج ونفذية الضوء أو نفذية الحرارة من الزجاج والألميليو شايفنا على عزل السطح عزل المبنى شايفنا على موضوع التكييف ومكانه مكان السابلاي في اتجاه صح ولا لا إزاي إسنا التكييف اللي إحنا محتاجينه في المكان إزاي حددنا إن المكان ده عايز خمسة طن هل ده معمو صح ولا لا أوقات على فكرة بيكون محسوب غلط وللأسف أنا بعاني طول الوقت أنا مش عارف إيسا ده فحسبت التكييف المظبوطة للمكان مكان السابلاي والريترن بتاع التكييف موجود فيه هلا هو ضارب في وشتي وأنا قاعدة ولا خلفي ولا قدامي ولا أنا مش شايفه خالص وحاسس إن الهواء في إنسيابية حوليه ده كمان من ضمن الحاجات اللي بتحقق الراحة الحرارية في الفراغ إني ما كونش قاعد فيه اتجاه دفع الهواء مباشرة ده من معايير الراحة الحرارية طيب أنا تقريبا موضوع الراحة الحرارية بدأ يكتمل بدأت تحس إنه لا الموضوع مهم طبعا هيأثر فيه أكيد طيب شايف إن التصميم الداخلي من البداية مهم مكان الشباك هيأثر على الراحة الحرارية الخاصة بحضرتك حجم الشباك هيأثر على الراحة الحرارية حجم الشباك بيأثر على الراحة الحرارية وعلى الإضاءة اللي دخلة للمكان وليه قصة كبيرة جدا شباك ده محسوب ولا لا؟ عارف إن الشباك عشان يكون محسوب مظبوط سواء داخل منه إضاءة أو حرارة المفروض نسبته تكون من 15 إلى 20% من مساحة أرضية الفراغ لو ده مش مش موجود يبقى أنت بفراغ غير صحي أصلا غير صحي صحيا يعني موضوع الإضاءة ده موضوع مهم جدا الإضاءة الطبيعية الإضاءة طبعا الإضاءة الصناعية أو الإضاءة السبوتلايت أو بأنواحة كلها يعني الإضاءة الصناعية بشكل عام مهمة جدا ولو هي مش مدروسة هيه كمان على فكرة بتسافد مشاكل جدا في موضوع الراحة البصرية والراحة النفسية كمان لأن أوقات بتبقى نافر من المكان لأنه مظلم أو لأن الإضاءة فيه قوية أو لأن الإضاءة فيه تبقى مسلطة عليك وأنت قاعد أو 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 وأنت مش عارف لأنت مش عايز تقعد في المكان ده والله بتجيني بتجيني بيجيني ناس كتير أنا عايز أغير دي كل البيت لأنها مخنوقة منه طب ليه تعالوا نرجع الموضوع بيبقى بسيط جدا يدوب تغيير واحدة الإضاءة في المكان والموضوع انتهى صدقوني فبالتالي الراحة الإنسانية اللي إحنا عايزين نحققها دي ليها يعني مشوار طويل قوي هنمشي مع بعض وهنمشي معاكم للآخر علشان بجد أنا هيمني جدا 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 أن احنا نكون كلنا بيوتنا معمولة على أو مصممة على مبادئ الراحة الإنسانية لإني أخدت وقت طويل جدا عشان أدرس ده وأطلع المادة دي في الآخر مجمع بالشكل ده حابة أني أوصل لكم المعلومة وحابة أن كلكم تكونوا مبتعين شكرا